ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال اجتماعاً في عدن ما وصفتها بالتجاوزات في إصدار درجات وظيفية عليا لقياديين في عدد من مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب ووقف تلك التجاوزات والتي يمثل استمرارها تكريساً للفساد والعبث بالمال العام واشددت الهيئة على ضرورة وقف التصرفات الانفرادية ذات الطابع السياسي في تشكيل المجالس الطبية والأكاديمية